اشتركوا في القناة امم افريقيا سنتحدث عن قرار رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بالتكفل بخمسين بالمئة من مصاري في الفي مناصر الذين سيتنقلون لمناصرة الخضر في كو ديفوار سنتحدث عن اول تربص للمدربين كافبرو الذي وقيم بالجزائر الاسبوع المنقضي سنتحدث عن كثير وعديد الامور في هذا العدد من برنامج زير سبور للحديث عن كل هذا واكثر استضيف معي براهيم شاوش محلل قناة زير سبور مرحبا بك براهيم الله يسلمك خويا وان شاء الله حصا ممتعة كالعادة وبرفقة ضيوف كرام إن شاء الله اليوم لدينا ضيف خاص فيصل بن طلعال حالس دولي السابق للمرة الثانية هذا الموسم في بلاتو وقناة زير سبور مرحبا بك معا شكرا كابتن على الاستضافة وانا جيد مصر متواجد معكم وعندي مدة ما شفت شاو براهيم صمت في انقرون بليزين سيتين تخي تخي بانجوار لازم يفوليو سيني علي لعب ممتاز خالوق مربي ما شاء الله ربي طوله في عمرو الصحة والعافية وانتمنى لك كل خير وشكرا كابتن على هذا الاستضافة وكابتن على ما مسجلة باسم فيصل بن طلعه وعلى ما هذه معروفة هذه لازم تكلمها في الخليج كل واحد انسان كيتكبر بيه تقول له كابتن سيتوتا فينان سيت كونما مسيو بارك الله فيك سيد براهيم شاوش يعني اول سؤال متعلق بقرار رئيس الجمهورية هو الموضوع الاول في هذا العدد رئيس الجمهورية يخصص جسر جوي لبواكي لكورد ايفوار لمناصرة المنتخب الوطني اولا كيف ترى قرار رئيس الجمهورية شوف قرار يعني نثمنه بسكو ستين بون شوز ما يخفش عليك المناصرين تاع المنتخب الوطني لو كان يلقاوا رحوا عشر الاف ماشي الفين يعني يبالك ان شاء الله الاكتب المكتوب ورحنا ابعد يعني دار الجمهور بخينا على بدي بلا رح يزيط يتنقلوا مناصرين وحد اخرين ولكن ثمنه قرار رئيس الجمهورية هذا اه ابسط شي دولة تعاون المناصر الجزائري خاصة ماليين تنقص عليه الفريق بسكو كما يقولو سينبكو تول افريك سويا غاليا ولذا يعني كما يقولو نحيي رئيس الجمهورية على القرار وقرار يدل على انو الدول الجزائرية رح يمساند المنتخب الوطني ورح يمفرق على ظروف لنجاح المنتخب الوطني في كود ديفور اكيد قرار رئيس الجمهورية سيكون مشجع للنخبة الوطنية سيد فيصل بن طرعا ويه طابعة الحال احنا نشوفو اليوم هذا هو الحاكم بتاعنا رئيس دولة ليتبع صغيرة وكبيرة في المنتخب الوطني اخده قرار باش لكل الجمهور الجزائري يحب يشوف المنتخب بتاعه ويمشي للأدغال الافريقية كما تكلم الكابتن ما ننسوش لافريكسي رأي غالية على كل حم ما تنساش الطيارة غالية وزيد على زيادة على هذا الفنادق التمك غاليين والمعيشة شوية غالية انا نقول هذا حاجة تفرح مبارك الله فيهم كما يقول لك الرئيس تعنا تهي الصحة قام بمبادرة جيد جميلة جدا شپنس كي يستفاد من هالجومهور نعم روم امشال الافريقية تشوف الافريقية كيف تتعامل مع الجمهور ومعيشة تحا الافريقية لازم تروح باش تآمن وشالله يصرف السحر تحا جميلة جدا تشوف اللوفر تاع الصحراء الافريقية كما يقول لك نواري بلون مكاش كولر مكاش براهيم قرار رئيس الجمهورية سيكون لديه أثر على المنتخب الوطني على اللاعبين الفين مناصر ما همش يعني رقم قليل يعني سيشجعون المنتخب الوطني ونحن نعلم أن أنصار المنتخب يكونوا الف ولا الفين ولا تلثالاف يعني نقدر نقوله كما يكونوا عشرالاف ولا عشرين الف يعني سيقدمون دعم منقطع النظير للنخبة الوطنية أكيد هذا الخبر أسعد كثيرا الناخب الوطني جمال بالباضي واللاعبين بيسير قلت لك طروح تلعب في البريمير تور تلعب كونت لانغولا وما عندك بالك مئة مشجع سيدي فيرو يكون عندك ألفين مشجع مش كيف كيف وانا نظر بالك حيكونوا بلس بسو كان المختاربين ليجوا من أوروبا وكان اللي رحوا وحدهم وكان اللي عايشين في إفريقيا يتنقلوا وكان اللي عايشوا في بيركي نافاس وكان اللي عايشوا في كاميرون يتنقلوا باش يشاهدوا المنتخب الوطني هذا الشي رح يزيد مدتقى لللاعبين والناخب الوطني باش يديروا ان طريبون كوب دافريك انا قلت لك يعني صراحة لو كان يكتب ربي انشاء الله نجوزوا دوزيام تور ومبعدتك نزيدوا نجوزوا التور لموراه رح يكون انشاء الله تنقلوا احد اخر للانصار باش يزيدوا سندو الفريق الوطني اكيد والشيء الذي اكد عليه يعني بيان رئيس الجمهورية انه رئيس الجمهورية قرر يعني التكفل بخمسين بالمئة من مصارف التنقل من الانصار الذين تلقوا اللقاح يعني اللقاح ضروري سيد فيصل بن طلعا وهذا ما نؤكد عليه يعني ضروري ان يلقح كل مناصر صحيح كابتل الفاكسان لازم بلغطور ما تقدرش تخول افريقيا تحبي تموت 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 ومهما اهما تجوز بالفاكسان ديجا هنا كي توصل في المطار عندك لبرمي تعاقل لبرمي لت باكسيناسيون لازم لك بلغطور باش تجوز به حاجة هذه لازم لازم لفاكسان اكتر من الكورونا ما نقول لك انا قول بالفاكسان اهلي او بلغطور وتاني شي يعني لازم نعطو له نحيو القبعة رئيس دولاته الصحة اه الى في انجاز فريمو اكستر اوردينال ما خلاش المنتخب واحده بعت له جمهور تاعه وانعلى بل يكونوا اكتر من الالف وبالك كي ما تكلم الكابتن بالك وانجوز البرميتور يكونوا دو ميل او لازلنا الكاردو فينا نقول لك عشر الاف انا نقول لك عشر الاف احنا الشعب الجزيري يحب المنتخب بتاعنا وانا نقول لك باش نسبق الاحداث عندنا لعابين نقدروا ندو كاسي فريقيا كابتن يكدب علي يكدبوا بادي كيما تدو الوحن انا شفنس نخرجوا لكارت تاعنا بالك بالماضي ما حبش يخرجوا لكارت شفنس او لازلنا او لازلنا يقدروا يقود المنتخب واللعابين اللي رأم بعودة بالليلة بعودة بولحي او لازلنا نحن نحن سبقت الاحداث على كل حال لا سنتدخلوا في هذا الموضوع سامحني على كل حال انا نقول لك نعود نرجع على كل حال رئيس دولاته الصحة بارك الله فيك يرا كما يقول لك هو يتبع صغيرة وكبيرة او لازلنا لا يتبع المنتخب يمشي واحد اعطاله 1000 ومع مرور المباراة 2000 2000 2000 كما قال لك 100 سيبروح 2000 ما ستادي ويعمل 2000 ستادي او لازلنا او لازلنا حاجة تفرح او لازلنا رامي سندوا الدولة رايي تسند في المنتخب وعطت له كل امكانيات او لازلنا غير يجبون نتاج ايجابية ان شاء الله اكيد هذا يقودونا حديث سيد فيصل بن طلع يقودونا للحديث عن الموضوع الثاني في هذا العدد براهيم شاوش تصريحات بالماضي يعني بخصوص انه المنتخب ليس هو المرشح للتتويج باللقب القاري هل هي قراءة منطقية او هو ابتعاد يعني عن الضغط كيف يقرأ يعني هذا يعني التصريح من بالماضي شوفوا الغر تصريح بالماضي هذا جاء تصريحات سابقة لبعض اللاعبين كي كانوا رايحين منها انا رايحين جيبوا كوبدا افريق انا رايحين توجو شوفت بعض اللاعبين دار وهذا يضر الفريق الوطني كتر من اللي ينفع كان الموتيفاسيون اللي رايح بين القروب وان ابجكتيف اللي رايح الدخل القروب صح لكن باش تعلن على حاجة اللي راح تزيد الشكل عليك ضغط في كوت دي بوار انا نظن باللي كم يقولوا الناخب الوطني مش يتفطن ولكن هذي حيلة حيلة لتسيير المجموعة في كأس افريقيا فيزا في لزوتر بريتنون باش كلمة المرشح هل كتنا جينا الكاميرون كلمة الفافوري هل كتنا خرجنا بريميتور درنا من كوب دافري كاتاستروف اليوم الناخب الوطني اعلن بلي مراوش بريتنون ولكن عندو انوبجيكتيف اللي هو لدومي في العقد التعو وعندو انوبجيكتيف اللي راهو ديروم علي جوار بين اللاعبين والاتحادية الناس اللي رامت معك رام ديرين حاجة المهمة المهمة انو روي يباعت في الضغط بالتصريحة تباعت في الضغط على اللاعبين باسك انا قلت لك الفافوري الناس قاعدت السنك مشي فافوري ون نفن ماتش بار ماتش ولا نلعب ولا بيتي فين تنمجو او في روا مزير تنفن ونبعد يبانو لفري الوبزيكتيف اكيد البعض يقول بانه سيد فيصل بنطلع بانه بالماضي مقتنع بانه لديه تشكيلة قادرة على الذهاب بعيدا لكن يريد ابعاد الضغط عن لاعبه يريد ان يدخل غمار المنافسة بسيناريو ليس كسيناريو كان الكاميرون كافتن نكونوا واقعين اليوم لدينا لا يوجد فاوري لماذا لا يوجد فاوري اخرجنا الفريقية في الدور الاول نسخة الفاتت اخرجنا لا يوجد نسخة كيف نكونوا الفاوري يجب الفاوري يجب 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 الفاوري او 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 نعطي مدة خمس كؤوس الفاتو يصل للمي فينال تحدث على هذه النقطة الجامعة في الماضي لذلك لماذا لذلك 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 لا يوجد كؤوس الفريقية لا يوجد كل مرة يصل نسخة اليوم لا يوجد فاوري هذا نعم بالماضي على بالو هذا لماذا اليوم لم نتوقع افكاسي الفريقية خرجنا في الدول اول او او نفس كاف لا يرشح لا يرشح لا يرشح باش تكون افضل مرشحين في كاسي الفريقية لازم تدي نهاية او توصل في النهاية او توصل في الربع النهاية اليوم نقول الحمد لله احنا كما تتكلم الكابتن نجوزه مستورين احسن احسن المدرب عارف اليوم ما رأني بادي فافو داير تكلم في النسخة لي فاتت تكلم الكابتن جمال في الندوة صحفية قالوا ما رأني فافوري ست وطافي نرمال ولكن في العقل عندهم نصف نهائي نيوم عندنا لعابين ممتازين لجو المنتخب قادرين يجيبوا يصنعوا لحادث اليوم باش يجيبونا كاسي افريقية انا عندما نسمع يتكلم يتكلمون يقول لك برميتون نخرجون ما عليش ما عليش ما عليش ماذا ما عليش هذا ما عليش هذا توصل هذا منتخب وطني قيادة لعابين ممتازين احسن لعابين في العالم عندنا وش بكم يا ناس مراكوش مأمنوا لازم تمن بالمنتخب عندما يمكن إمكانيات ولا تحب رحو كاس العالم بعشرة هادوك مع العشرة لعبوا مع الطوغو ومع كاب فار والجوز وهذا ينجز ما ينجز هنا هذا ينجز هنا تتكلم لك في المنط اليوم كبار وعند هادو يقدروا يجيبونا في المستقبل ينقاوهم لان نرى كايين لعابين عندما رأيهم في ابواب الاعتزال انا نقول للمنتخب عنده ميكانيات باش يروح للنهاية ان شاء الله اكيد دول البداية يعني الامور الجدية ستكون بداية من الغد بعد التربص الذي انطلق بلوميا الطوغوليا يوم الفاتح جون انطلق بداية من الغد بالمباراة يعني الودية الاولى في التربص غدا الخامس من جنفي مواجهة منتخب الطوغو المباراة ستكون بحضور الجمهور ستكون مفتوحة لوسائل الاعلام اذا بالماضي في النهاية لم يقرر يعني اخفاء يعني يعني اخفاء الامور عن انظار وسائل الاعلام والجمهور صحيحة اخفاء ما يقولون أنه لسيحة انطلق المباراة تبدو الاعلام وشعب لكن لسيحة الانطلق ستكون مواجهة ومغلق المشارك القادمة. المشارك الحيتم من الانتظار. لقد اضع Order. كان يجوار سوسفنده. واستطيع أنه ليس بالطمئن. سامحني بإسانة القادمة. لقد اضع المشارك التليجرام التليجرام من خلالها. مجابي. نعطيك المعلومات يجنرال ما يسمحون لهم يسمحون لهم لأنه لا يوجد كارتون روش يوجد كارتون لا لا أنا عندي المعلومات يلعب أنا عندي المعلومات يلعب كيف بالماضي يصرح أنه عم مورا سير مع المباركة لا شوف بالتليغرام لا كاف الذي يسمح للعبين الذي يمسح لهم الكارتون كيف تتسفير لأنه يمكنك الإعبار كيف يمكنك الإعبار يمكنك الإعبار يمكنك الإعبارة وضع الملقى يمجز التجارة وقتها في الحديد التجارة فهو مباشرة لذا السمع الملقى وهو الملقى كتبت من البيتصار ومن ثم يتعرضوا ومن ثم يتعرضوا فى الآن يتعرضوا لكن يتعرضوا لك أعلى أن نتعرض لكنا نتعرض محيح يلعب دي إعادة 90% النقاط سيد فيصل بن طلعة التي سيركز عليها الناخب الوطني جمال بالماضي أمام الطوغو هل سيركز على الجانب الطاكتيكي هل سيركز على أسماء بعينها خاصة تلك الأسماء التي تعاني من نقص بدني هل سيشرك التشكيل الأساسية التي ستأخذ أول مباراة من الكان هل سيخفي أوراقه انت كتقني كيف ترى الأمور يوم نقول لك المباراة مع الفريق الطوغولي ستكون مباراة قوية جدا سيقطي تشكيلة ستدخل مبارايتين هذين هم اللي سيلاعبون المباراة أول مباراة نقول المباراة هذين سيقوم بكو بلوسا في نص الميدان هو المشكل اللي هو عندنا جوسكا بريزو نحن وسط الميدان اللي عندنا المشكل كبير كبير جدا ستانيك العودة القوية أنا سمعني منها يا كابتن بولحي رح يكون يا بليربي أنا عندي معلومات شبونس كو بولحي رح يكون في المنتخب يلعب كأساسي مانيش مية في المية متأكد مية ولكن عنده حدود كبيرة باش يكون يلعب لأنه إفريقيا صعيبة كابتن وثاني شيء وسط ميدان نحن اللي رأوا عندنا المشكل مشكل كبير كبير جدا ما بين وسط الدفاع والهجوم وسط المشكل تعنا هو وسط ميدان أنا شبونس مع كل احترام من الجمهور بلمادي من الجمهور وبعد أضعه في البول أنا منافي ما زال ما تقنعك بها فيصل بنطلعي يتحدث عن اختيارات الناخب الوطني جمال بالماضي خاصة تشكيلة أساسية تشكيلة أساسية نهار مباراة يعني بعيدا عن المعلومة يعني اللي تلقيتها بخصوص أنه مبولحي سيكون هو الحارس الأساسي في الكان أنت كمدرب حراس لو كنت الآن أنت المدرب تع الحراس تع المنتخب الوطني وعندك ربح حراس ليهما منظرية زغباب بنبوت ومبولحي عندك منظرية ليتقلق نحب لنكره في آخر يعني مبارتين للمنتخب الوطني وثلاث مبارايات عندك مبولحي العائد للمنتخب عندك بنبوت المتقلق مع الاتحاد العاصمة من ستختار ليكون الحارس الأساسي للمنتخب الوطني مبولحي تختار مبولحي مبولحي على أساس واش أساس خبرة أساس خبرة لبوكود ماتش كان أحسن حارس في إفريقيا تحكك معه في كأس إفريقيا مرتين هذا ولعب 2010 وهو في المنتخب 13 سنة ول14 سنة موائش سهلة إلى أكي وني أكسبيريانس تريب هذا الحارس قدم وين كان في المنتخب يقدم مردود جيد جدا جدًا جاءت اليوم فرصة جدًا 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 أخر بوطولة في آخر أيام والأخيرة جدًا يقدر يمد أكثر فأكثر للاعبين شبان فوق أرضية الميدان على غيرار الحارس منظرية الذي قام بواجبه في المباراة الأخيرة والذي لم يكن سوبرير أو طب لنرى كيف تسجل الهدف لكن البعض الذي يرغب شاهدك الآن يقول لك لو نشرك مبولحي في التشكيلة الأساسية سنظلم منظرية يجب أن نفعل السوشيال هو السوشيال يدخلك في الحياة هو السوشيال يدخلك في الحياة ستكون ملح تلعب هذا هو الفوتبول يضعك يجب أن يكون براهيم كان يدرب أحد يقوم باقي أحد كان يقوم براهيم يدرب يظهر ويف Faith يحسب أحد كيف ذو ويضع هذا يجب أن يتم وِن يجب أن يتمت يجب أن تسجل في الهواء يجب أن يضع في الهواء يجب أن يلعب كيف يحكم البالون وكيف كان بلاسي في المباراة التي لم يكن كانت لا يوجد مباراة كانت البيت المسجل لم يكن بلاسي ويجب أن يخرج أمام ويجب أن يكون أنا كأساسي سامحني مع كل احترامتي كافتم شوف مبولحي لا يا شوف عبدالنوردن تعليقك هو ما ننكروش بلي اليوم عندنا تظهر في موضوع مبولحي أنه وراه حرس مرمى حرس مرمى كان دولي ولعب في أحسن الأندية ومن بين أحسن الحرس اللي انجبتهم الجزائر كابتن فيصل بندرح أعطالك اليوم أعطانا توضيح نحن حرس مرمى لانه ومن بين أحسن المرمى يعقل أنه يدفع 50% لجائر أعطانا شيء أعطانا أعطانا في موضوع في موضوع ايضا بمشاركة ويقوم بحاجة للشكل فتح الاولى مع الكاب الريض ويقوموا بحاجة لجميع محاجرة لذلك ليس نوعا اليوم نضعه في الميزان الخبرة والمقابلات وخاصة الكؤس الافريقي هذا يجب ان يكون لدى بقى الماندريا وإن الميزان يتحرك في ميزان لأنه يتحرك في ميزان في ميزان ونحن نحن نعطيك نعطيك نتكمل جوروس وشارك تقول الحارس فريق المنتخب المسري اسم الحضاري واذا تدار في أخر أيام في كاس إفريقا الذي يدوها الأخيرة تفضل كابتال أحسن حارس في الدورة أحسن حارس في الدورة وإن كان كان بعيد أبصر بعيد ومدل إضافة المنتخب المصري أعتقد أن مبولحي في رواق أحسن تفضل كابتال لأنه حقا في الماضي لا يوجد مجموعة للمجموعة أو كما قال لك الأخر يقول لك الأخير يقول لك الأخير يقول لك الأخير يقول لهم لا يجب أن نعطيك بالماضي تحاسبا لإشراكه في كاس إفريقيا لأنه يجب أن نعطيك للمنتخب الوطني وفي الماضي لا يجب أن نعطيك فيه 100% وما ترى بأنك كم لعب المباراة من المين التحق بالمنتخب وما أنه يجب أن نعطيك في المتخب الوطني ما لعب المباراة وما لعب زغبة وما لعب فامبوت أتحدث لك Another حسن حارس زغبة زغبة مر بفترة زاهية لكن لم يتم استغلاله في المنتخب الوطني بهذا نطويمنا في الحديث عن المنتخب الوطني نتمنى التوفيق للخضر أمام الطوق وفي الكان أمام بورندي نتمنى أن نعود بالتاج القاري إلى الجزائر سنتحدث عن تكوين المدربين تكوين المدربين كافبرو فيصل بنطلع تشاركت في تربوس الذي أقيمه بالجزائر ونشاهد الآن فيديو من التربوس أنت حصلت على الكافأة أولا بروق عليك الله يبارك فيك كابتن نحن أتمنى أن يكون معنا سيدو ماشي أنا كيش توليوم لغا فرحت كابتن إبراهيم شاوش أحسن لعب مربي يعفي لعب بالون تقني مليح يليق هذا هذا يليق هذا نحن أسمع نحن سيدو ماشي نحن سمحني كلمة الكبيرة لكنه لم تكن واضحة أخرى لا يبقى ما أنحونا conf أيها الأفر على تلك الحف位 way 5 وقام أتعاد مالذي يليق ماذا تتكلم كما يقول لكابتن هذا يدخل يقرأ يدخل يقرأ عندي البرمي دقريت عين بنيان وزيدك توضيح سير كاترة فان كلاسية تروازيام في عام تروازيام في كاترة فان وقرأت عند فلتان وعند سلطاني وعند الجماعة قرأت عندهم في عين بنيان ما قدروا ان نخرجوا منه نقدروا كابتن لا 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 ما زال صغير ان شاء الله نجوزنا تربوس هذا مدة قريب عام نشكروا الإدارة فنية مركل الله فيهم على رأسهم اللجنة الفنية ديره اليوم مسلوب عنده خبرة كبيرة وانا نعرفه يخدم معانا في الخليج إنسان محترم نبس به ونشكره بيسكريني كان قبله ونشكره مصطفى بيسكريني اكسسوا شيحة عمر شفيق مدير فني سابق مدير عمر شفيق فؤاد شيحة وثاني صادي صادي تاني بمستوى عالي جدا بارك الله فيهم بن عودة مشكروبه على ماروم هذا ما أعطونا معلومات كبيرة جدا تربوس هذا وحتى الشيخ ربح سعدان كان حاضر أيضا كان في الكاف برو نشكرهم يعني يقدمونا معلومات من مستوى عالي جدا ونستفادوا فيهم ومالغرى أنه كانت مستوى عالي جدا كانت مستوى عالي جدا ولكن مستوى عالي جدا الحمد لله من يمدربينا تحصلنا على لساسيين الحمد لله شكر الفيدرالي ونستانيك يشكر الناس لنا بشيط أعتقد أن مستوى عالي جدا ونستوى عالي جدا ونستوى عالي جدا ونستوى عالي جدا ونستوى عالي جدا أعطونا على مدربين اللي كانوا معانهما من أحسن اللعابين في كل بطولة الوطنية قدموا معليهم الكورة الجزيرة اليوم مدربين إن شاء الله يحصلوا على الفرص باش يكونوا في المستوى ويتقودوا الشبان هدو في المستقبل إن شاء الله أكيد القادم سيكون بالنسبة لفيصل بنطلعها الكاف برو الآن الكاف آ مبروك عليك القادم سيكون الكاف برو نتمنى لك التوفيق وسنعود للحديث عن مشوارك لأنك لا تعمل حاليا سأتحدث عن إبراهيم شاوش بخصوص دائما تربص الكاف برو الذي وقيمه بالجزائر هو انتصار جديد للسيد وليد صادي الذي لم يمر وقت طويل منذ تقلده مهام الاتحادية الجزائرية لكورة القادم لكنه من إنجاز إلى إنجاز والإنجاز الجديد هو تنظيم الكاف برو في الجزائر شوف لا يخفش عليك الاتحادية الجزائر وفي الوقت قبل كانوا يجبون كما يقولون قائلوا على سيعجبون أن يؤمنون أن يجبون أن يتحرك هذا لك اسمين في الجزائر لأنه يمكن أن نسألناه أولاً من أن يتعلمنا ونسألناه لن يتعلمناً ترمي أثناء تدخل القفبرو ويجعل المتحدة ويجعل المشكر في الأن الآن نظروا بغرارة وعلى زادة وعلى عمراني وعلى المدربese القفبرو يجعلون أنه أنه ما رحش يخدم غير هنا في الجزائر صاف يدير غدوة مغدوة مثال واحد من هادو ما يقدر يكون على التد يسيلكشو أفريكان كي ما رحو في التنزاني عد العمروش عنده اليافة عنده اليافة نحن دقلوا للبروblem على اليافة علىها أقول لك حنا المشكب نحن رحنا أن رطار بسك ديجا ديجا الكافة أكتوف نحن رحياتك الكافة أكتوفر خياره e زخين كيف حします Doing Wireless رحب مع الكافة أكتوفر عن الكافة أكتوفر لأنك الكافة أكتوفر بعضن العمل ten 작rico بين ككCOM كما أنت كارجي fingام ما بين الربعين والستين خمسة واربعين والستين انا بديت استدريب كمدرب في الفين وخمسة وشوف وراني مازل نزيل نقرأ مدتش حالة أنا من بين الاسباب المالة لنفهمك اللي خلتني انا ما نكملش انه برمي دو قريت عام في عين بنيان ما هدتا الدولة قريت عام سنة عام باش اطهوني لديبلوم صف يدير العام هادك ما تخدموش حتى اعطوك الورقة ومبعدها تعودتون رجلتين روحك تسجل تسنة عامين باش جوز لدوزين دقري ومبعدها زيت سنة طرازين بعد باش تروح كاف اه كاف يعني انت في ميزك وبود دوزان دوزان ولا ترازان باش تلحق للكاف او 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 ايه على هاد الشي علىها بسكو الاتحادات اللي كانوا يجوه ما كانوا شي خموه ما كانوا شي خموه بللي قدمت بسكو هذي افر علاقات بوش دي بور دي كروشي هذا الو كاف وصي علاقات واكيد لهذا تحدثنا على انتصار جديد لوليد كيف فتحكو من قدمت الهاتف كيف تشتغلت كل هاتف المدربين اللي رام هنا حكمين قاعدان المدريبين مادوي بوغرارة عمراني كالي يعمل كيف اموش يعمل هذي هاتف هذي هاتف صانعيان جوار ومن يتعلم في الهاتف يمكن أن يجعله وصيبه عنه ويجعله في إبقاءة معبرة ويجعله ويجعله وهذا وغير من المتصفة لأنهم قررت تتطورهم لن يمكنهم لأنهم يعملون يخدمون برد أنا أشوفه كما الشيخ جوز شعال من وقت سقسي يقولك شعال جوز في الإمارات أبراهيم يعني على بالي بلي فيصل بن طلعا جوز وقت طويل في الإمارات وفي الخالج بس فعما لماذا لا يعمل السيد فيصل بن طلعا رغم عودته للجزائر منذ سنوات واستقراره بالجزائر فيصل بن طلعا ليعمل في أندية إماراتية عديدة كمدرب للحراس ما يعملش في الأندية الجزائرية وشن هو السبب؟ الله ما على بالي الله ما على بالي تبارك ما أخرج عليهم في واش ما أدخلتش اليوم مثلا شوف شخصية أنا ما يقدرش واحد يعفسي أسمع نعطي لك بركة نعطيك حاجة وعد النهار كنت أنا في المولودية ضالجي كان اسمه مطروح بقوة لتدريب الحراس في حقبة نغيز في حقبة نغيز وكانوا بالإجماع يعني كانت الموافقة بإجماع ومبعد أبو أنا رحت الله أعلمه السلام وخصية لدينا مطروح ومنعني أعطيه الوحد أسلم هو بل يجب أن يجب الأمر بينه وبين ومنة بطلعة ليس كيف أو غالب كنتي شواء للإنسان لا يفهموا مش دي فورا شوف رح نعطيها لك حصريا نديهم سمحها من عندك ولات خبب منقولها الخير نديهم أحكالك الغالفاتع مولودية عيد لي مدرب فريق ملودية الجزائر قالوا سيبن طلعه وشراك لاباس حمد الله وانا الديتون نادي هنا في الجزائر قال لي فولا انا نحت اسمك من الفريق الملودية نعم نعرفه كما نعرفه كذلك الحين قالوا وعلش؟ قال لي لا لا لان صديقك هو فلان صديقي هو كان بورايو بورايو يشتغل في الإمارات وقال لي صديقك صاحبي وكان يعمل في وران وانا فتزايا وانا مشكلة قال لي لا تسمى لا تقدر الوضغطات يا واسي محمد؟ قالوا انا جاي نخدم منعه وانا قالوا انا جاي نخدم منعه لا لا انا سابقا انا جاي نخدم هنا في الملودية الجزائر النادي كبير وكل واحد يتمنى حتى يعمل في الملودية هو نبي النغيس هو الذي يتحدث عنه الفريق وقال لنحيتك من مولودية الجزاء وقام صاحبه وقامت قياس وفهمت كما أحبت أول مرة قلتها مدة تحالة عندها 4 سنة عندها 5 سنين ولم تقول لها سيكمسا لماذا لا أعرف لماذا لا أعرف والحمد لله اشتغلت في امتحاد شباب الوزدات فريق الأول في 2014-2015 الحمد لله جيريوسي نجحت خدمة مليح كان نداك الحارس واضح صغير وفي الصورة في شبيبة الصورة لحقنا كلاسينا الدوزية ولعبنا كاسي فريقية أول كاسي فريقية في الصورة الحمد لله ثانيك نجحت كان نداك حارس جميلين يحيوه بالمناسبة مربي هيل ويشتغل مليح كان الحارس اللي متوفي الله يرحمه بوزيان كان معنا حارس ثالث كان اللوتي الله يذكره بالخير خدمنا والنتيج كانت تتكلم علينا والحمد لله وفي الصورة كان عندي واحد ما يعرفه واحد ولا واحد يميزي عليه ولا هو في المولودية الجزائر أو الحين في المولودية ليتيم كيف يدعوه؟ جوز معي سنتين الحمد لله رجعته حارس مرمار ونقولها ونعودها اليوم قلتها لك ندرته حارس لأنه لم يكن يلعب في الاتحاد المريض لم يكن يلعب لقد كان يلعب لقد لقد لعبت جميلة والحمد لله والحمد لله نجح خدم والناس تقوم بها تغيدك ولكن هذه هي وخدمت تانيك في شبيب تسكيكدا كمساعد مدرب فتنشتيسا للحيارة والمناسبة اشتغلنا والحمد لله نجحنا حارس مرمار في المستوى وانت كفاءة سيد فيصل بنطلع يختلف عليها نتمنى لك التوفيق وانتعود لخدمة كرة القدم هذه هي كرة القدم ولكن كابتن في الخليج خدمت فريق الأول لا أخدمتش أنا مع الدراري لكي تخدم في أربع سنوات متتالية ماذا يعينك زروقة؟ لابد أن تكون كفاءة وتخرج أنا كي خدمت في الخليج حارس مرمار سألت المنتخب الوطني وعندك خدمة كبيرة ولكن هنا في الجزائر من يشعب نجيومش على القوسطوب إبراهيم شكرا على توجدك معنا نلتقي في أعداد قادمة إن شاء الله سيد فيصل بن طلعة شكرا لك شكرا موصول أيضا للمخرج عبدالباص الطوبل الذي تفضل تفضل بارك الله في كافتن وانا مشكور كيشت فراهيم بارك الله في كافتن على آدم بن قدور آدم بالعقون إن حيوه هو طفل صغير كتكوت يلعب مليح في فريق فيتي لمسان ومشتناوله كل خير لازم يقرأ مليح وإن شاء الله نتمنى وكل الشعب الجزائري ونشكروك كافتن على هذه الاستضافة وشكرا على واجب نتمنى أيضا للطفل الذي ذكرته التوفيق الشكر كما قلت أيضا للمخرج عبدالباص الطوبة لكل زملاء في قناة زيرتوب لجمهورنا الرياضي الكريم توم توم في رعاية وحفظه في أمان الله